ما تزال قضية الإخفاء القصري في العراق تشكل واحدة من أكبر الدلائل على حجم الانتهاكات التي يعانيها العراقيون نتيجة انتشار فوضى السلاح وغياب القانون واستتجاهل حكومي لكشف مصير هؤلاء المغيبين وتواطئ مع الميليشيات التي تختطفهم وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن العراق يضم واحدا من أكبر أعداد المفقودين على مستوى العالم بينما تقدر اللجنة الدولية للمفقودين العدد بما يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 2016 كل هذه الأعداد لم تمنع ممثل الحكومة في كلمته التي ألقاها في جلسة مجلس حقوق الإنسان من وصف كل المختفين قصريا في العراق بعد عام 2003 بأنهم إرهابيون متحالفون مع القاعدة وداعش وإنهم إما قتلوا أو هربوا خارج العراق وهما أثار استنكار واستهجان العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تصريحات الممثل الحكومي تتناقض تماما مع تعهدات رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بالإسراء في الكشف عن مصير الآلاف من المختفين قصريا وتثبت مرة أخرى زيف تلك الوعود التي تطلق للاستهلاك الإعلامي من جهته طالب مركز جينيف الدولي للعدالة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القصري بالعمل الجاد لوضع حد لمعاناة ضحايا الاختفاء القصري في العراق وكشف الحقائق وفي بيان مشترك للمركز مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان أكد المركز توثيق حالات الاختفاء القصري التي استهدفت عمدا وقضت على أجيال كاملة من العائلات لأسباب طائفية مؤكدا أن من السخف وصم جميع الرجال والفتيان لمجرد أنهم ينتمون إلى عائلات معينة بأنهم إرهابيون ألاف العائلات التي ما زالت تنتظر أبنائها منذ سنوات تفاجأ اليوم بحجم الاستهتار الحكومي بأرواح أبنائهم وعجز دولي عن إيجاد حل يكشف عن مصير أعداد هائلة من المغيبين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم عراقيون